مارونا من هنا قطعوا مسافة عام تخبر أكثر من 700 شهيد رحل في دشرين الأولى أنه عام حزن عصفت به المظالم اليوم بالقميص الأبيض يعود الشباب إلى السحات وهذا وعد قطعوه بكلمات نذروا أنفسهم وأرواحهم رغم شلال الدم النازف كالصاعقة يجوب صوت الرصاص أدمغة العراقيين الثائرين هذا ما أرادوه ليس انتقاماً للحياة أو شوقاً للموت إنما للحرية وإنصاف الحقوق أو كما نطقوا الترقب للساعات المقبلة محفوف بالخطر من أن تتحول الساحات لشلال دم أكثر قصوى في ذكرى تشرين الأولى أما موعد الخامس والعشرين من تشرين الأول فهو الذي يوضع في قبان التفسير والتخمين فيذهب الخط الأول صوب صخط شعبي يقابله استهداف للمتظاهرين وخط ثاني يوصل أمل العراقيين بحراك شعبي سلمي يقودهم إلى معادلة السياسة التي عنها يبحثون ثم تغيمة دخان في الأجواء بركان غضب في محافظات قد ينفجر أما الحكومة فهي التي تحمل العبء الأكبر من تركة سياسية واقتصادية وأمنية ثقيلة العيار احتجاجات العام الماضي التي اتسمت ببعض عفوية في الأطراف بعضها وأدته أياد خفية يحركها النفوذ والمصالح أو كما تنهي دراسات عالمية جدل الحكاية بأن أصابع خارجية تقتاتوا على إثارة الفوضى في العراق في الحالات المتوقعة فإن إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وإن عاش الجسد الاقتصادي مطلب لا تراجع فيه فيما الطرف الخفي في المعادلة يعيق مستقبل الشباب والبلاد وقد يذكي الدم مجددا في الساحات وهو ما سيؤدي بالمشهد السياسي إلى مشنقة الإعدام إذا لم تجد حكومة الكاظم من يناصرها للنجاة بالعراق شكرا